لا يخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مأزق إلا ودخل في آخر أشد منه حتى حقق رقماً قياسياً بين الرؤساء الأمريكيين في القضايا التي تلاحقهم فمن ملف التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 إلى التدخل الإكراني في الانتخابات المقبلة عام 2020 وهذه المرة جاء بتوقيت أمكن الديمقراطيون قبضتهم من الكونغرس وبدأوا يلاحقون ترامب بغية عزله عن الحكم وثيقة جديدة تظهر شكوى لعميل استخبارات من أن ترامب سعى إلى تدخل إكرانيا للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020 كما أظهرت الوثيقة تدخل البيت الأبيض لمنع الاطلاع على نص مكالمة ترامب مع الرئيس الأوكراني الشخص المعني في الشكوى التي نشرها الكونغرس أكد أنه تلقى معلومات من مسؤولين أمريكيين عديدين بأن رئيس الولايات المتحدة يستخدم سلطات منصبه لتأمين تدخل من دولة أجنبية في انتخابات عام 2020 وأشار في الشكوى التي وصفها بأنها ذات طبيعة ملحة إلى أن هذه التحركات أكدت أن مسؤولي البيت الأبيض يدركون جسامة ما ورد في المكالمة بين ترامب ونظيره الأوكراني لذلك عمدوا إلى إزالة النص الإلكتروني من نظام الكمبيوتر الذي عادة ما تخزن فيه النصوص لأغراض التنسيق ووضع اللمسات النهائية وتوزيعها على مسؤولين على مستوى الحكومة ست لجان تحقيق في سلوك ترامب سترفع تقاريرها للجنة القضائية في مجلس النواب التي ستبحث قضية عزل ترامب وعليه سيكون الرئيس الأمريكي أمام احتمالين الأول في حال عدم التوصل إلى أدلة كافية بوجود مخالفات في سلوك ترامب وفي هذه الحالة لن يتم عزله أما الثانية التوصل إلى أدلة كافية على وجود مخالفات في سلوك ترامب وفي هذه الحالة ستمر عملية عزل الرئيس في عدة مراحل تنتهي إلى عزله وتعيين نائبه بدلا عنه ومهما يكون حتى لو أفلت ترامب هذه المرة من الملاحقة فإنها ستضاعف من فرص نجاحه في انتخابات عام 2020 في حال لم تتم الإطاحة به قبل هذه المدة ترجمة نانسي قنقر